جائحة الكوليرا تهدد بتقويض الوضع الصحي الهشي في اليمن فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تلقيها معلومات مؤكدة عن ثلاث حالات وفاة في كل من صنعاء وعدا وتسجيل أكثر من 640 حالة اشتباه بالكوليرا بينها 31 حالة مؤكدة تسجيل حالات الوفاة هذه في صنعاء وعدا اللتان تتمتعان بوضع صحي أفضل من غيرهما من المدن والمناطق وخصوصا التي تخضع لسلطة الانقلابيين يؤشر إلى خطورة هذه الجائحة وتأثيراتها المحتملة على الوضع الصحي المترد في البلاد إنها إحدى الإفرازات السيئة للحرب التي يخوضها الانقلابيون على الشعب اليمني تقول منظمة الصحة العالمية إنها تقدم الدعم لوزارة الصحة لمنع انتشار الكوليرا من خلال تعزيز الترصد الوبائي وتحسين التدابير العلاجية للحالات في وقت تؤكد فيه المنظمة أن أمراض الإسهال المائية الحاد متوطنة في اليمن وتمثل ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعا خصوصا بين الأطفال الرضع وتلاميذ المدارس ليس التلوث في مياه الشرب وحده الذي يفاقم من الإصابة بالكوليرا ولكن أيضا سوء التغذية التي بلغت حد المجاعة في بعض مناطق محافظة الحديدة فيما يعتبر الأشخاص المعرضون لمخاطر الوفاة أكثر من غيرهم أولئك الذين يعانون من ضعف المناعة وبالذات المصابون بسوء التغذية أو المصابين بفيروس العواز المناعي البشري أنباء جائحة كهذه لم يكن ينتظرها اليمنيون بالتأكيد لكنها إشارات سيئة للغاية إلى الوضع الذي أنتجته هذه العصابة منذ أن قررت تقوض الحياة في اليمن